بسم الله الرحمن الرحيم عقد مجلس الوزراء جلسته الاتيادية المرقمة 49 لسنة 2021 والموافقة 84 منذ تأليف الحكومة الحالية حيث كانت جلسة حافلة بالقرارات المهمة التي تخدم أبناء شعبنا العراقي العزيز أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء عن توزيع السندات للأراضي في الأيام القريبة القادمة ضمن مبادرة داري حيث ستم توزيع 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين حصلوا على أعلى النقاط ضمن التقديم الإلكتروني كما تعهد بتوزيع ما يقارب 532 ألف قطعة أخرى ضمن نفس المبادرة المشار إليها في أعلى وأشاد دولته بدور وزارة الإسكان وكافة الجهات الساندة لهذا العمل أشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بالتزام وزارة الداخلية والمرور العامة بالتوجيهات التي صدرت الأسبوع الماضي فيما يخص سيارات الإجرة ومن السيارات الخصوصي من العمل كسيارات أجرة وأن توضع تعليمات الأمان في هذه السيارات كما وجه سيادته مجلس الوزراء وكافة الجهات بإيجاد حلول جذرية للباع على المتجولين أي بمعنى أصحاب البسطات كما اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة كما سيوضح في القادم القرار تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء 214 لسنة 2020 ويقتصر دور هيئة المنافذ الحدودية على الإشراف والمراقبة وتكون إدارة الموازين الجسرية من قبل الهيئة العامة للقمارق بما معناه بقاء التعرفة للموازين الجسرية على نفس التعرفة القديمة ورفض أي زيادة جديدة على هذه الموازين إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 150 لسنة 2021 بشأن تنفيذ خطة معالجة الاختناقات في الصيف القادم حيث تمت الموافقة على تجديد العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم 132 لسنة 2020 وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية البدء بإجراءات استقطاب العروض والمقترحات المقدمة من تاريخ اصدار هذا القرار الموافق على تخصيص مبلغ 300 مليون إلى وزارة الزراعة من مبالغ اهتياط الطوارئ دعماً لشريحة المتفرغين الزراعيين والأطباء البيطريين والمهنيين الزراعيين العاطلين عن العمل من أجل الاستفادة من خبراتهم والحفاظ على الأراضي الزراعية ويعاد هذا القرار من أهم القرارات في هذه الجلسة الموافقة على تخصيص وزارة المالية 500 مليون دينار إلى وزارة الهجرة والمهجرين من احتياط الطوارئ لتغطية وتأمين احتياط المخيمات في الإقليم ومركز الجدعة للتألهيل النفسي والمجتمعي الموافقة على تولي وزارة الكهرباء التعاقد مع تلاف شركة سكاتيك النرويجية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في محافظة كربلاء المقدسة وبطاقة 300 ميجاواط والأسكندرية بطاقة 225 ميجاواط الموافقة على إعفاء الفلاحين الذين سددوا بدلات إيجار الأراضي الزراعية المترتمة بذمتهم لسنوات 2015-2016-2017-2018 ولغاية تاريخ 31-12-2019 من بدلات الإيجارات السنوية للسنوات اللاحقة بمقدار ما سددوا من السنوات السابقة مكافأة لهم على التزامهم بالتسديد الموافق على تخصيص مبلغ 2 مليار دينار إلى وزارة الصحة لتغطية علاج جرحى المظاهرات من احتياط الطوارئ للسنة المالية 2021 الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ مليار ونصف المليار دينار عراقي إلى وزارة الموارد المائية الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل من احتياط الطوارئ للسنة المالية 2021 الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ 2 مليار إلى حكومة إقليم كردستان لمواجهة السيول من احتياط الطوارئ للسنة المالية 2021 الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ وقدره 6 مليار 295 مليون دينار إلى الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وضمن احتياط الطوارئ للسنة المالية 2021 تخصيص وزارة المالية إجمالي مبلغ وقدره 9 مليار دينار عراقي إلى وزارة الكهرباء من مبلغ الاحتياط للطوارئ استناداً إلى أحكام المادة 5 من قانون الموازنة العامة الاتحادية تخصيص مبلغ 7.5 مليار دينار للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية دعم لشعبنا الفلسطيني من احتياط الطوارئ للسنة المالية 2021 وتدفع من خلال وزارة الخارجية إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 110 لسنة 2021 الفقرة ثلاثة تحديداً حيث تم استثناء وزارة النفط من أحكام المادة 3 على 1 صلاحية الشراء وتنفيذ الأعمال لتنظيم احتفالية الدكرة السنوية الستين لتأسيس منظمة الأوبك كان هذا أهم ما تم تداوله والقرارات المهمة التي تم اتخاذها في الجلسة الاعتيادية لهذا الأسبوع شكراً السلام عليكم